رجعت لكم بعد الفاصل ورمضان كريم مرة تانية من عندي من قناتنا من قناة ست البيت ومع شربة وصلطة النهاردة ان شاء الله يا رب كده خلال الشهر الكريم تكون الشربة والصلطة اللي هعملها خفيفة على معددكو زي ما بتمنى ان حلقاتي دبق خفيفة على قلبكو ما عملتش اي حاجة في الفاصل غير ان انا سبت شربة الفريكا الاردني تستوي او تغلي خلال الفاصل وخلال الوقت الصغير غطل حلى سخن جدا احنا ممكن بس ايه هغرف الشربة على طول علشان نبتدي في طبق الصلطة يعني انا بحس ان الصلطة والشربة اخر حاجة بتتعمل يعني بعد ما الناس بقى تقف تعمل الفطار وتقعد تفكر هنعمل ايه على الفطار والكلام ده كله تتعمل فريش كده تتعمل فريش اول ما يعني قبل قبل الفطار على طول عشان كده يمكن دي فكرة اخترتها السنة دي في رمضان للبرنامج بتاعي ويمكن علشان انا بحسها مظلومة كده السلطة والشربة اللي هو يلا نعمل ايه سلطة وايه شربة وخلاص انا بقولوكو لا السنة دي مش هنعمل ايه شربة ايه سلطة هنعمل شربة معتبرة جدا 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 وهنعمل سلطة كل الناس يعني تستغرب بالتفنن هنعمل بقى والكرياشن والابداع في انوع السلطة اللي احنا هنعملها وقادي اللهم ايني ساي معاني بس راحتها حلو قوي ادي شربة الفريكا الاردني نحط بس عليها كده ايه كده تبقى شكلها حلو الوان تفتح النفس انا دايما لسه عندما بدأ اللي مش هغيره العين بتاكل قبل ما البق بيدوق فافتحي نفس عيلتك ونفس ضيوفك يعني احنا رمضان بنتلمة كده ونعزم الناس ونعزم الجيران ونعزم الاهالي ونحاول على قد ما نقدر ان بيتنا ما يبقاش فاضي ولا صفرتنا تبقى فاضية كده خلال الشهر كله من المعزومين او من الضيوف او من اهل البيت وكمان من الاطباق المتنوعة اللي احنا بنعملها خلال الشهر الكريم اه دلعي طبق الشربة بتاعك وهندلع كمان اطباق الصلاطة عشان تطلع شكلها حلو قوي علشان نفتح اه يعني كده نظرة العين كده تحب الاكل كده قبل ما ان شاء الله البق يدوق كمان ويحب الشربة اللي احنا هنعملها تعالي نشوف هنعمل صلطة ايه بس نخلي ده على جنب ايه ده هسيب الشربة وهبتدي انا كنت اصلي اغطي حالة الشربة بالغطة بتاع البولا هنبتدي على طول نشوف هنعمل الصلطة بتاعتنا هنعمل صلطة فتوش اردني الفتوش الاردني الفتوش لبناني وسوري واردني وشامي من كل حتة في الدنيا انا نهارده عمله بمقادير مصرية بس عالطريقة الاردنية بامكانياتي المتاحة في مطبخي عندي خيار مقشر وعندي طماطم لامون وعندي نعنع اخضر وعندي التوابل بتاعتي هتبقى سماء وزيت زتون وملح وعندي توم مفروم وعندي بصل متقطع جوليان وعندي المكون الاساسي البقدونس السلطة مفهاش اي حاجة خالص غير ان انا بس هقطع هي الفتوش بيبقى عايز يتقطع حتة صغيرة يعني كل القطع بتاعته صغيرة في بلاد بيعملون من غير خيار بس انا عايز ادخل على قد مقدر خضار في السلطة وخضار موجود حاجة عادية يعني مش اختراع مش عشان قولنا من الاردن يعني فالمكونات مش موجودة الخيار فيه نسبة مية كويسة اوي انا عايز على قد ما اقدر احاول على نسبة المية ايه اللي موجودة ده بصراحة هدفي يعني وده تقريبا لكل اللي بيصوموا يعني بيحاولوا يقدروا عليه يعني نسبة المية مش بس بشرب المية كتير يعني بعد ما نفتر نعضن اربع مية لغاية السحور لا مش ده الصح تماما اشربوا مية بعد الفطار بالراحة واحدة واحدة المية مش هتروح في حتة قدامنا ساعات طويلة اشربوا الشربة وكلي السلطة وقوموا يصلي مثلا وبعدين ابتدي في الاكل بتاعك علشان الجسم يبقى يعني المعدة تشتغل ما ندخلش عليها كده بالتطار على طول المشويات والمحمرات والبشاملات والكلام ده وبعدين هنقطع الطماطم يعني الخضار اللي في السلطة فيه مياه الخضار اللي في السلطة فيه فيتامين فوائدها كتير جدا 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 عايزينه مش بس يبقى طبق اساسي في الايام العادية طبق اساسي يا ريت في رمضان مش هنزهق منه لاني ان شاء الله كمان معايا زي ما بقولك يعني من كل الدنيا حاول على قد مقدر اجيبلك طرق مختلفة مش هنزهق منه مش علشان احنا بنكله بس علشان فوائده علشان لازم في رمضان نعوض بيه لا علشان استمتاع الاكل استمتاع الاكل عمليه بحب علشان كل الناس اللي تدوء اكلك تحس بالطاقة الايجابية اللي انت عاملها مش وقفة بقى صايمة وتعبنة طول اليوم وعمل اكله خلاص لا خالص قطع بس التماطم كده في الوقت اللي انا عملته معاكي السلطة والشربة هو نفس الوقت اللي هتعملي هتحضري بيه حاجتك يعني انا بالنسبالي بحس وانا قاعدة كده بنعمل الحاجة لاي في مصدقية كده ما بيني وما بين الناس اللي بكلمهم اللي هي امي واختي وصحابي وعيلتي وجدتي وجرامي فبحس ان احنا كده انا مش غريبة يعني في الموضوع ايه اللي هعمله دلوقتي هجيب بس بولا احط شوية زيت زتون كويسين كده ايدي زيت زتون انا ده مش محتاجاه خالص هحط على زيت الزتون شوية محترمين كده من السماء احنا في رمضان بالزيت بنلاقي كل التوابل اللي حتى مش موجودة في الطبيعي في بيتنا موجودة خلال رمضان زياء زي المكسرات كانت احطيت شوية سماء واحط كمان طوم فيه نعناع فيه نعناع وفيه بقدونس فما تخفيش من الطوم يعني انا بحاول اعمل معادلة كده في طبق السلطة اني على قد ما اقدر حاجة تشيل حاجة يعني الناس اللي عندها مشاكل في الهضم الخيار هيهدم النعناع هيهدم البقدونس انسي بقى الانتفخات والكلام ده تماما يعني واحط شوية لمون حوالي لمونتين حسب كمية السلطة اللي بتعمليها دربة خفيفة بس كده واحط شوية ملح شوية ملح بوساط لاني فيه لمون ممكن تستغني عن الملح خالص وهنحط شوية فلفل شوية فلفل اقلبهم تاني واللي هعمله انا عايزة حط البصل بس ياخد لون كده يعني والله فايدة البصل يعني انا حتى بصل وتوم والناس تقول ممكن يعني مش عالفطار عايزين سلطة فيه حاجات تقيلة وما تتهدمش البصل صحيا يعني مش انا اللي هتكلم على الفايد الصحية ربنا يقينا يا رب من كل الامراض يعني والتوم كمان وحتى تاني بقولها تاني انا بكرر بحاول اعمل معادلة فان حتى بقى دونس ونعناع عشان موضوع الهضم اللي هعمله دلوقتي نعمل ايه عايزين بولة كبيرة او البولة اللي هنقدم فيها على طول انا عاملة عشم مالح او بولة عشم مالح عملتها قبل كده معاكو كل اثنين كيلو دقيق بياخدوا حوالي كيلو ربع ملح يعني انتي حسب الكمال اللي هتعمليها وشوية ماية العجينة بتشكليها على اي حلة في يوم من الايام نعملها ان شاء الله خلال رمضان على ضهر الحلة وتحطيها في الفر شكلها حل والعيش ده بيتاكل فتعمه حل وما كفوش تكليفه غيرتي كمان من شكل تقديم الحاجة اللي انتي متعودة ان انتي بتقدميها احط بس الخيار والطماطم ما شو يحتاج دول وبعدين هنزل على طول بالبقدونس المفروم وهنزل بشوية نعناع ان نعناع عايزة تفروميه مع البقدونس ممكن بس انا عايزة صحيح كده نحاول بس اخلط دول مع بعض شفتوا اللون حلو ازاي يعني اللون حاجة تفتح النفس من غير لسه مزود باقي المكونات بتاعت السلطة نحن ممكن نزود كمان شوية بقدونس وهطلع على طول ده الجسن كله هيتحط على السلطة ده اللي بيدي طعم للسلطة يعني احط بس على طول كده البصل بصي لونه حلو ازاي الله يعني مش عشان انا قلت سلطة من الاردن بس هم اكلهم كله حلو بصراحة مش السلطات ولا الشربة بس يعني الوان حلوة وطعم حل وتواب الخفيفة وانا اضمن لك ان انت هتكساري سيومك بطبق شربة من عندي من ست البيت وبطبق سلطة معتبرين كل يوم ان شاء الله خلال الشهر خلال الشهر الكريم بازن ربنا وينعاد ينعاد علينا وعليكو دايما يا رب كده كده تقريبا تمام اقلب بس المكونات دي مع بعض انا عايز اللون كله ايه يبقى زي بعض كده وتعني نشوف بقى ايه هنقدم اطباقنا النهاردة مش اطباق عادية بالنسباني انا بقولك ليس محتاجة البلانشة خالص دول الطبقين المعزونين الاساسيين على صفرتنا السنة دي ونجيب كده حاجه شكلها شيك عشان نقدم اكلنا عليها ليس محتاجين دا دلوقتي خالص ممكن نحطوهم هنا كده خلصنا طبق الفاتوش الاردني انا محمارة شوية عيز بس كده هنزوده على الطروف هنا كده ونجيب الشربة بتاعتنا شربة الفريكا الاردنية والنهاردة كان طبقين الشربة والسلطة بتوعي من بلد حبيبة جدا 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 على قلبي وقريبة للقلبي ست البيت المصرية بعيد بمناسبة رمضان أو بقول لكل العرب لكل المسلمين لأهلي وأهل زمالي في استوديو كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم وينعاد علينا دايما إن شاء الله يا رب بألف خير في حلقة جديدة استنوني دايما هنكسر سيامنا مع بعض إن شاء الله بالشربة والسلطة من عندي من هنا من مطبخي وكل سنة وانتوا بألف خير وسحة وسلام يا رب اشتركوا في القناة